المفتي ناصر لا يجوز له أن يتكلم بكل شيء إذا علم من رؤيته أو من حواره مع الطرف الآخر أنه سيفسد إذا بلغوا هذا الكلام عن علي بن أبي طالب رواه الإيمان بخاري في كتاب العلم قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله يعني إذا كان هناك أمر مستغرب وأنك إذا ألقيته على الناس سارعوا إلى تكذيبه مع أن هذا الأمر صحيح النسبة إلى الله تبارك وتعالى أو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا البخاري بواب على هذا الأثر بقوله بابه من خص بالعلم أقواما دون آخرين خشية ألا يفهمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعيت أو أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائيني وفي لفظ آخر جرى بيني من علم أما أحدهما فبثثته فيكم المتعلق بالأحكام الشرعية والحلال والحرام قاله أبو هريرة وصار أكثر الصحابة حديثا مسنده أكبر مسند بالإسلام مسند أبي هريرة قال أما أحدهما فبثثته فيكم أي نشرته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم أنه سيقتل والعلماء حملوا هذا على الفتن بتاع آخر الزمان وعلى جور الولاة والسلاطين واحتجار الأموال وأنهم يحتكرون المال دون الناس وبتاع الكلام ده كل الأشياء التي تحدثت عن فساد الأمراء وعن أحوالهم الكلام ده ده كله فيه دلال على إن الإنسان إذا تصدر لإفتاء الناس أو لنصيحة الناس لابد أن يكون حكيما ترجمة نانسي قنقر